هناك مشكلة تظهر معنا عندما تشغل الملفات يقول لك كانت اللود ميديا هذا هو اللود كوديكس هذا لو ظهرت معناه ان الملف نزل الحجم حجم الملف مش كامل يعني هذا معناه ان هناك مشكلة في الدول لود نفسه او احيانا ما تشغل الفايل ده لو نزل يعني تقدم مش بقدم معاك او مش بيرجع يعني ما تدرش تحرك من مكان الى مكان بسهولة في الحالتين الملف نزل مش كامل نفترض مادة زي 243 نفترض ملف زي وك 2 جيت تشغله ظهرت المشكلة ان هو شغال بس مش بقدم او باخر او في مشكلة ان هو ايه ان هو بقول لك كانت تلود ميديا تروح على مصار الملفات خد بالك من دي في مصار الملفات كل مادة عموما لها فولدر خاص به نفترض المادة دي 243 او 245 بتروح هنا طبعا لازم اتأكد ان الملفات دي كاملة ان ده فيه اربع ملفات وده حجمه 21 ميجا وده الاربع موجدي اروح للمجلة الميت تيرم فيديو لو الملف اللي فيه مشكلة كان هنا اتأكد من حجمه اتأكد من حجمي مثلا ملف زي ده وك 2 برتوان مثلا حجمه 74 ميجا هل الملف يعني افترض الملف ده ان انا عملت له وده 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 من الرابط الملف ده مثلا نفترض ان هو كان نازل عندي انا حملته هجاعده كده كوبي وحطه في المجلد بتاع ال 245 يعني انا بوريك ازاي تحمله لو الملف كان موجود هنا وفيه مشكلة تلغي من هنا خالص يعني ايه تلغي خالص كده ده لو فيه مشكلة وترجع تحمله مرة ثانية تختار الملف وتعمله تشغيل على حسب المادة اللي انت عايز تاني لو ملف فيه مشكلة هتلغي من الفولدر اللي هو فيه وتعمله تشغيل مرة ثانية فيتحمل مرة ثانية فيتحمل طيب يبقى ام تعمل كده اذا كان الملف مش شغال او بيقولك كانت لود ميديا تضطر تلغي ده فتر تلتحمل اما اختار تشغيل مرة ثانية بعد ما يلغيه او انك تروح تختار من هنا ده اللود من الرابط والملف ينزل عندك في المتصفح وبعدين تروح شو اون فولدر وتعمله كوبي وتحطه في الفولدر بتاع المادة فين في مجلد الميترم ده على سينة انا بتكلم على مادة انا بتفترض ان انا بتكلم على مادة متين خمسة وربعين من كل مادة ده ملف لو ملف ده مش شغال اعمله تشغيل لو ما زبطش الغي من هنا وارجأ احمله مرة ثانية اما من هنا مرة ثانية او تطلب مني الرابط وتنزله وبعدين تعمله كوبي وبيست في المجلد لازم الملفات في الاخر تكون كلها موجودة هنا كل ملف لما كان ينزل فيه الحل ده امتة اذا ملف مش بيقدم ولا باخر او كانت لود ميديا فالتحميل في طرقتين بعد الالغاء من هنا او تحمله من الرابط وتاخده كوبي بيست المجلد ديت بالنسبة لحل مشاكل التشغيل او التسريع او التقديم للامام او الخلف او كانت لود ميديا ده ان شاء الله من الحل يعني فيه حلين قدامك يعني بيتو فيه